بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي نبدأ درسنا لهذا اليوم بسم الله فلنبدأ نتعرف الصف التعليم الثانوي نظام المسارات ثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية موضوع درسنا لهذا اليوم التعامل مع الضغوط الحياتية الجزء الأول معكم المعلمة ويام عبد الرحمن أبو النجا نبدأ درسنا لهذا اليوم ما زلنا في وحدة المهارات الشخصية والاجتماعية موضوعات الوحدة تعرفنا في درسنا الأول على تحديد الأهداف الشخصية والدرس الثاني إدارة الصراع درسنا لهذا اليوم التعامل مع الضغوط الحياتية سنأخذها في حصتين منفصلتين ننتقل الآن إلى مراجعة لدرسنا السابق تعرفنا في درسنا السابق على أنواع الصراع الذاتي تعرفنا على صراع بارك الله فيكم الأهداف وصراع الدور مبدعين بارك الله فيكم تعرفنا أيضا على صراع الأهداف ينقسم صراع الأهداف إلى ثلاثة أنواع ما هي الصراع بين الأهداف الإيجابية بين هدفين إيجابيين أيضا بارك الله فيكم وصراع بين هدف إيجابي وسلبي أيضا مبدعين وصراع بين هدفين جميعها سلبي بارك الله فيكم تعرفنا أيضا على صراع الدور ينتج لتعدد الأدوار وما يترتب عليها من مهام ومسؤوليات فالفرد في الأسرة يمارس دور الأب وفي العمل دور الموظف وفي الطريق دور القائد وقد ينتج عن هذه الأدوار شيئا من الاختلاف بالسلوك ويحدث الصراع نبدأ درسنا لهذا اليوم نبدأ بأهداف درسنا لهذا اليوم أهداف درسنا لهذا اليوم أن أعرف مفهوم الضغوط الحياتية ثانيا أن أحدد مصادر الضغوط الحياتية ثالثا أن أستعرض طرق التعامل مع الضغوط الحياتية نبدأ درسنا لهذا اليوم بالمفاهيم الرئيسية مفهوم درسنا لهذا اليوم الضغوط الحياتية Life pressure مفهوم الضغوط الحياتية هي مجموعة القوى الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة مرة أخرى ما هو مفهوم الضغوط الحياتية؟ بارك الله فيكم مبدعين هي مجموعة من القوى قد تكون داخلية وخارجية بارك الله فيكم أيضا تسبب انفعالات بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى لدينا هنا مفهوم الضغوط الحياتية مفهوم الضغوط الحياتية لدينا هي مجموعة القوى فراغ بارك الله فيكم الداخلية والخارجية التي تؤدي استجابة انفعالية بارك الله فيكم استجابة انفعالية حادة ومستمرة هذا هو تعريف مفهوم الضغوط الحياتية ننتقل الآن مقدمة درسنا لهذا اليوم يتعرض الإنسان في هذه الحياة إلى ضغوط اجتماعية ونفسية قد تؤثر عليه قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكنه يستطيع بما أنعم الله عليه أن يتكيف ويتفاعل مع هذه الضغوط بحيث يتمكن من التغلب عليها قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة فالضغوط تشكل جزءا طبيعيا من الحياة اليومية كما أن الطريقة التي نتعامل بها مع الموقف الضغط تؤثر في حياتنا وصحتنا الجسدية والنفسية وعلى اتجاهاتنا في الحياة لذا تتأكد أهمية تنمية المهارات التي تساعدنا على التكيف مع الموقف الضغط وإدارة حياتنا بشكل أفضل ننتقل إلى نشاط الأول واجه ضغوط الحياة وجها لوجه وتعامل معها من من طلق الاستطاعة وضح رأيك الشخصي في العبارة السابقة ما هو رأيكم بهذه العبارة؟ يجب أن أواجه هذه الضغوط هل هي عبارة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع بارك الله فيكم سلوك صائب مقولة تعتبر صحيحة لأنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره ونتعلم من جميع المواقف التي نمر بها ننتقل الآن إلى أنواع الضغوط لدينا ثلاثة أنواع من الضغوط النوع الأول مبتعين بارك الله فيكم ضغوطاً اقتصادية أيضاً ضغوط اجتماعية أيضاً والضغوط النفسية بارك الله فيكم مرة أخرى هناك ثلاثة أنواع من الضغوط اقتصادية نفسية واجتماعية بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى مصادر الضغوط الحياتية لدينا ثلاثة مصادر أولها مصادر داخلية مصادر خارجية ثالثاً مصادر داخلية وخارجية نبدأ في المصادر الداخلية هي المصادر الداخلية في المعتقدات والأفكار والانفعالات مثل الإصابة بمرض أو الشعور بالوحدة هذا هو تعريفنا لمصادر الداخلية للضغوط ننتقل إلى المصادر الخارجية بارك الله فيكم وهي من الاسم خارجية في البيئة المحيطة بارك الله فيكم هي الأحداث الخارجية في البيئة المحيطة بالفرد والتي أدت إلى الشعور بالضغط مثل المشكلات المالية والأسرية أخيراً الضغوط أو مصادر داخلية وخارجية وهي حيث تتفاعل الأحداث الخارجية والداخلية معاً لإحداث نمو الشعور بالضغط مرة أخرى تعرفنا على مصادر الضغوط وهي ثلاثة أولها داخلية ثانيها خارجية وأخيراً داخلية وخارجية الداخلية تكون في النفس البشرية مثل الشعور بالوحدة خارجية وهي في البيئة المحيطة بارك الله فيكم الداخلية والخارجية مثل تفاعلها مع بعضها البعض بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى نستنتج من خلال الفيديو القادم مظاهر الضغوط نشاهد الفيديو سوياً شراط اختراق الضغوط للدفاع على مستوى أجسادنا هل عانيتي من ضغط نفسي؟ كيف تعلمين أنك تعانين من ضغط نفسي؟ كيف تتصرفين عندما تتعرضين لضغوط النفسية؟ يعد علماء النفس الضغط النفسي مرضاً خفياً لا يختلف كثيراً عن بقية الظواهر النفسية كالقلق والإحباط وأفضل تعريف للضغوط هو عملية تعارض تفسد على الفرد سعادته وصحته النفسية والبدنية وتحدث عندما يطالب الفرد بآداء يفوق إمكاناته العادية ويأتي هنا السؤال التالي من أين يأتي الضغط؟ مصادر الضغط هي أولاً شخصية تربية الأطفال الالتزامات المادية ضغوط الدراسة ثانياً بيئية الضباب والدخان الازدحام نقص الإضاءة أو الإفراط فيها تغيير البيئة التي يعيش بها الإنسان مثل الانتقال للدراسة ببلد آخر للتخصص أو دراسة الجامعية ثالثاً نقص الراتب هناك عدة مؤشرات للضغط من أهمها مؤشرات اختراق الضغوط للدفاع على مستوى إجسادنا مؤشرات اختراق الضغوط للدفاع على مستوى عقولنا مؤشرات اختراق الضغوط للدفاع على مستوى سلوكنا مؤشرات اختراق الضغوط للدفاع على مستوى علاقتنا بأسرنا تعرفنا في الفيديو السابق على مظاهر الضغوط نستنتجها سويا من خلال هذا الفيديو مثل بارك الله فيكم ضغوط نفسية وضغوط صحية بارك الله فيكم مبدعين وضغوط أو مشكلات سلوكية نشاهد سويا من مظاهر الضغوط أولا المشكلات النفسية المشكلات النفسية مثل مبدعين بارك الله فيكم سرعة الغضب والانفعال حيال المشاكل البسيطة مما يؤدي إلى بارك الله فيكم انخفاض القدرة على التركيز أيضا من المشكلات النفسية الإحباط والتردد في الأمور ماذا ينتج عن كثرة الجدال والاعتراض على الأشياء تبدو في الظروف العادية مقبولة تعرفنا على المشكلات النفسية ننتقل إلى المشكلات الصحية بارك الله فيكم قلة مقاومة الجسم للأمراض مثل الصداع أيضا إصابة جسم الإنسان بالإسهال أيضا زيادة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم وتصبب العرق هذه جميعها من المشكلات الصحية أخيرا المشكلات السلوكية ضعف الطاقة وقلة الإنجاز والحيوية يؤدي إلى الشراهة في الأكل أيضا ضعف القدرة على إصدار القرارات يؤدي على الإفراط في التدخين أو تعاطي الكحول هذه هي مظاهر الضغط تعرفنا عليها مشكلات نفسية صحية وسلوكية بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى أشكال الضغط كثرة العمل أيضا قلة العمل سوء التوجيه الحماس الزائد عدم الاسترخاء قلة أو عدم الفرغ هنا أشكال متعددة للضغوط نعيدها كثرة العمل وقلة العمل سوء التوجيه الحماس الزائد وعدم الاسترخاء قلة أو عدم الفرغ ننتقل الآن إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نشاهد سويا البطاقات الملونة نختار اللون نختار اللون الأخضر مصادر الضغوط ما هي مصادر الضغوط تعرفنا عليها؟ هناك ثلاثة أنواع من مصادر الضغوط بارك الله فيكم أيضا مبدعين ضغوط مصادر داخلية ومصادر خارجية ومصادر داخلية وخارجية بارك الله فيكم نختار البطاقة الزرقاء أكمل أشكال الضغوط الحياتية أشكال الضغوط الحياتية تعرفنا عليها؟ تعرفنا على قلة العمل سوء التوجيه الحماس الزائد وقلة أو عدم الفراغ ينقصنا بارك الله فيكم كثرة العمل أيضا عدم الاسترخاء بارك الله فيكم ننتقل إلى البطاقة الحمراء مفهوم الضغوط الحياتية عرف مفهوم الضغوط الحياتية مبدعين بارك الله فيكم هي مجموعة القوى الداخلية والخارجية بارك الله فيكم التي تؤدي إلى استجابة انفعالية حادة ومستمرة آخر بطاقة هي البطاقة الصفراء أنواع الضغوط ما هي أنواع الضغوط؟ بارك الله فيكم ضغوط اقتصادية وضغوط بارك الله فيكم نفسية وضغوط ضغوط اجتماعية وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيدة بتواجد معكم أراكم قريبا إن شاء الله شكرا